في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين أصدر صندوق تنمية الصدرات 559 شهادة لعدد 556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليارين وخمسمائة مليون جنيه وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذا للتوجهات الرئاسية بمساندة القطاع التصدري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة وأضافت الوزارة أن إجمالية المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن بلغ 23 مليار جنيه لافتة إلى أن الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر أبريل المقبل